نجي هنا بقى نشوف طبيق عملي للكلام ده انا دلوقتي عندي في البرنامج بتاعي ده عندي هنا براوزر براوزر ده بيبقى فيه زي السامبلز اللي عندي او اللوبس و كل ده كله ممكن انا ادوس هنا واسمعهم بس لسبب مما في الستريم اللي حمنا اعملو ده الاصوات ده روتد على الأوبوت على طوب بتاع السماعات فمش هنسمعها فعشان نسمعها لازم نجيبها هنا فمسلا دي كده سامبل السامبل دي دي كلاب فيه مثلا شكل كلاب تاني وديه الوب على بعضها فيها اي هاتس وكده وديه كيكس زي الكيك بتاعت الدرومز بالزبط بس دي مع ملوه الكترونيكلي ممكن برضو يبقى عندك شوتس او سامبلز ما تبقاش درومز هالس ممكن تبقى سنتسايزر بيلعب نوتا معنا ممكن تستخدمهم ممكن تحطهم على سامبلر هنشوف ده بعدين برضو او ممكن تبقى صوت زي بادز صوت اتموسفيريك يلعب طبعا فيه طولك كتير او بقى كرياتف زي تستخدم الحاجات دي حاجات دي ممكن تديك افكار ممكن تستخدمها زي ما انت كده وفيه بقى مؤسرات صوتية زي الترانزيشنز والحاجات اللي بنعم بيها ترانزيشنز من جزء الجزء في الاغنية مؤسرات صوتية وراهلكو برضو فيه مثلا اصوات زي دي زي الـ الـ والـ هنشوف ده برضو بعدين في حلقات قدام الاصوات عاملة كده وهي الفكرة ان كل بقى نوع موسيقى او كل جنرى موسيقية بيبقى ليها السامبلز الخاصة بتاعتها لان كل جنرى ليها كاركتر معين في الاصوات هي منعشان انت تاخد لو انت بتعمل مثلا جنرى معينة منعشان انت تاخد اصوات من جنرى تانية بس الاصوات الاساسية اللي بتبني التراك او الاغنية يعني لازم انت باشابه الجنرى اللي انت عامله اما انت كده بتعمل جنرى تانية وانت مش عارف او انت بتعمل حاجة experimental يعني تطلع بقى اي حاجة جديدة غريبة ممكن تطلع له ممكن تطلع ويحشة دي حاجة تانية خالص لكن لو انت عندك النية انت تعمل مثلا house music فالhouse music لازم يساوند house لان جمهور الhouse مستني اسمعونها house منعشان انت تجيب اصوات غريبة عن الhouse او عقيم فعادي بس لازم على اقل 80% من التراك يبقى صوته house فعشان كده هتلتزم بالاصوات اللي هي الطبعة الجنرى دي اوه هتجيب samples بت support الجنرى اللي انت بتعملها بس ونكمل بقى الحلقة الجاية هنتكلم الحلقة الجاية هنخش عطور في العملي هنبتدي هنا مع بعض ونبتدي نعمل ليرنج ونشوف هنبتديها ازاي ونتكلم بقى في كل حاجة واحدة واحدة ان شاء الله